تساؤلات عدة صاحبت إعلان وزارة التعليم السعودية عن وظائف تعليمية شاغرة بالألف وربطها بسبع تخصصات علمية فقط لماذا كل هذه الوظائف الشاغرة؟ شاهد المتروك تتابع شاهد حياك الله الله يحييك شكرا خالد مشاهدينا حجم شواغر كبير أعلنت عنه وزارة التعليم السعودية التي قررت فتح باب التقديم على الوظائف التعليمية الجديدة عبر منصة جدارات أكثر من 11500 وظيفة تعليمية جديدة ستكون متاحة أمام المتقدمين من الجنسين الوظائف ستكون بنظام التعاقد وفقا للشروط والمواعيد التي حددتها الوزارة الثلاثاء المقبل بداية التقديم وينتهي يوم الأحد الثلاثين من يوليو الجاري كل هذه الوظائف الشاغرة ستكون في سبع تخصصات علمية فقط هي الرياضيات والكيمياء والفيزياء والأحياء واللغة الإنجليزية والحاسب الآلي وأخيرا الإدارة التخصص الجديد في خارطة الوظائف التعليمية 47 إدارة تعليم في مختلف مناطق السعودية ستتوزع عليها الوظائف الشاغرة والآن نعود لزميل خالد شكرا رشايد من الرياضي ينضم إلينا المستشار التربوي التعليمي الدكتور محمد العامري أهلا ومرحبا من وجهة نظرك أو تقييمك هذا العدد الكبير من الشواغر هل هو سبب استقالات، إقالات، تقاعد؟ الحقيقة المملكة العربية السعودية تشهد نهضة كبيرة جدا في ظل رؤية عشرين ثلاثين وهذا جعل التعليم لا بد أن يواكب هذه النهضة ولذلك ظهرت الآن احتياج داخل المراحل الثانوية وداخل المرحلة الإبدائية والإعدادية إلى تخصصات ومصارات جديدة هذه المصارات الجديدة الآن أصبح لا بد من التركيز عليها بكوادر بشرية أكثر نحن نتكلم الآن عن وزارة عمرها اليوم ثمانين سنة أكبر من ثمانين سنة وبالتالي تغيرت فيها مستوى الطلب والتوظيف من مرحلة الكم إلى مرحلة الكيف عندنا 11 ألف وظيفة ولكننا 11 ألف وظيفة تركز الآن على المصارات الجديدة أكثر وبالتالي أنا أرى وقراءتي المشهد أن هذا يتناقم مع احتياجات الوزارة والوزارة من السنة الماضية بدأت تركز على مجموعة من التخصات أكثر وبدأت تحاول دعم هذه المصارات بشكل تخصي أكثر متل إيش التخصصات؟ التخصصات السبعة تذكر الأخي خالد كان في فترة من فترات عندنا غينة كثير جدا في عدد التخصصات كان في السابق التركيز على الكم الآن أصبح التركيز على الكيف في مصارات معينة مثل على ذلك التخصصات العلمية تخصصات العلمية عندنا رياضيات الموجودة كيميا فيزيا رياضية تحيال وانجليزية حاسب أليو إدارة صح؟ ممكن إدارة جديدة كتخصص نسمع فيها لكن الباقية كلها عارفينها يعني ما فيها شي جديد كل هذه الاحتياج موجود فيها من زمان ولا لا؟ نعم ولكن كما تلاحظ الآن أنه في تخصصات غابة وهذا يعني أنه صار العدد أكبر على التخصصات هذه الموجودة إذن بالنسبة لنا الآن هي نسبة المساحة للتخصص زادت أكثر يعني بمعنى هناك تخصصات الآن غير موجودة هذا فتح فرصة أكبر للتخصصات العلمية بشكل أكثر حتى نستطيع نوفر بما يسمى الآن مصارات في التنوية والتخصصات الجديدة الموجودة داخل المقارات الجديدة الآن عندنا مقارات جديدة مثل مقارات الإدارية ومقارات مهارات الحياتية ومقارات أيضا في منحانة ستم هذه كلها تحتاج إلى متخصصين أكثر كيف شايف تأثير التوطين على هذه المسألة في هذه التخصصات أيضا؟ التعليم في المملكة العربية السعودية ويمكن هذه معلومة كثير من الإخوة يعرفها أن التعليم في المملكة العربية السعودية في التعليم العام هناك شبه اكتفاء يعني التوطين عندنا يصل نسبة تصل إلى حدود 99-19 في التعليم في التعليم العام أيضا في التعليم الجامعي التعليم عندنا ارتفاع عالي إن في مدارس الأهلية عندنا الآن في المدارس الأهلية التوطين عندنا جداً عالي فما بارك بالتعليم العام اللي يشمل الحكومة كل هذه الوظائف الآن الطلب فيها سيكون سعودي وهذا تكملة لعملية الانتقال اللي حصل في التعليم إحنا الآن من حدود عشرين سنة التعليم في المملكة العربية السعودية وكله بكوادر بشرية سعودية أصبح الإخوة الوافدين يشاركون في التعليم في بعض المناطق وبعض التخاصات التي كانت فريدة ولكن مع نظام الابتعاث ووجود كوادر عالية جداً من جامعاتنا والتتوسع في مجال الجامعات أدى حقيقة لعملية رقعة التعليم أصبحت أعلى وأصبح الآن التركيز على وظائف في تخصات جديدة خارج الوزارة يمكن تكون مطلوبة أكثر بس في التعليم الأهلي ما زال دون المستوى المطلوب هناك عدم التزام من كثير من المدارس الأهلية في مسألة التوطين فإلى أي مدى التشايف أنه الأمر يحتاج إلى عادة نظر ضبط في نفس الوقت أخي خالد التشريعات في المملكة العربية السعودية في مضيار التوطين خاصة في التعليم الأهلي موية جداً هذه السنة عندنا تشريع يتحدث عن مجموعة عندنا ما التخصات أصبحت مسعودة بشكل كامل ولا يمكن تجديد رقصة المدرسة إلا من خلال عملية توطين هذه التخصات مثل عدري تخصات الاجتماعيات تخصات التربية الإسلامية تخصات الرياضيات الآن بعض التخصات أصبحت الآن لابد من عملية سعودة لها وبنسبة كبيرة وهذا التطبيق حصى من السنة الماضية لكن هذه السنة أصبح إلزامي بس ما في شيء موجود شايفينه على الأرض الآن يعني ما فيه تطبيق والتزام فعلي وعملي من هذه المدارس في أعداد ما زالت موجودة في مثل هذه التخصصات وغيرها في التعليم الأهلي دكتور محمد لا يمكن إنكر هذا الأمر يعني كان المسألة بالنسبة يمكن الآن البعض يتحدث دون الذهاب للمدارس عندنا الآن لو ذهبنا الآن لمدارس عندنا في مدارسنا الموجودة عندنا عندنا أنواع من المدارس لدينا التعليم الأهلي وعندنا التعليم يسمى التعليم العالمي أو مدارس العالمية بالنسبة للمدارس الأهلية نسبة التوطين أهلية جدا سواء كانت في القيادة أو في المعالمين في تخصصات نسبتها 100% مثال على ذلك التربية الإسلامية الآن عندنا اجتماعيات عندك اللغة العربية تخصصات الأخرى زي التخصصات العلمية التي الآن نرى كثير من عداد السعوديين موجودين أو سيتم تقديم وظائف لهم تقدر 11 ألف وظيفة جدا رائع هذا السؤال لأنه الآن في هذه السنة أخي الكريم صار عندنا التركيز أكثر على التخصصات العلمية هناك فرصة خبيرة جدا لأبناننا بإذن الله سبحانه وتعالى في التخصصات العلمية داخل مدارس الأهلية هذا لا يعني أن نسبة الآن التوطين في المدارس الأهلية أصبحت بنسبة أعلى لكن أصبحت أفضل لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات